ما شاء الله إذن هي عودة للكتتيب المصرية القديمة بأسلوب حديث والنداء دائما متجدد للأزهر والتربية والتعليم لتبني هذا المنهج وهي عودة للكتتيب بأسلوب حديث قبل ما نرجع للدكتور محمود عبد الله من صلحي يسمعنا بعض الآيات تفضل من صورة الحقة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراق ما الحاقة كذبت زمود عاد بالقارعة فأما زمود فأهلكم بالطاغية وأما عاد فأهلكم بريح صرصر عادية سخرا عليهم سبع ليالي وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهما جاز نحن وخاوية فألطرى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذوا مرضة رابية إنا لما طغى الماء حملنا قم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة ودعيها أزنوا واعية فإذا أرغب الصور نفقة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتها دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملق على وجائها ويحمل عشبك فوقهم يومئذ سمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية